دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثل إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا إنه من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله ربي لا أريد سواه هل للكون خالق إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الحوت سبحه والوحش ناجاه والنمل تحت الصقور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه يأمر ربي عباده بالتقوى فيقول يا أيها الناس التقوى ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم جزيه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد إلى الحائرين إلى القلقين إلى المتعبين إلى الخائفين من ضيق الرزق إلى الخائفين من الأمراض والأوبئة التي تفتك بالبشر إلى كل إنسان يريد شيئا أو حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هلما بنا إلى الأمن إلى الطمأنينة إلى السكينة إلى الراحة إلى قضاء الحاجات إلى قول رب الأرض والسماوات ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أي ومن يصرف ويقضي الأمور أمور الخلق وشؤونهم في السماوات والأرض بدقة وإحكام وبتدبير خفي محكم إنه الله سبحانه وتعالى لا تدبر لك أمرا لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك فوض الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك قال الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر انظر كيف تكلم عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تكلم عن تدبير الأمر وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لنا إن الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يعي بخلقه قادر على تدبير ما هو دون ذلك من أمور الخلق من معيشتهم وأرزاقهم وشفائهم وتفريج كرباتهم سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون يدبر شؤون هذا الكون الواسع المهيب الذي لا يعلم البشر حدوده ولا نهاياته حتى قال علماء الفيزياء إن هذا الكون لا نهائي لا يمكن للبشر أن يصل إلى نهاياته أو إلى حدوده النهائية في يوم من الأيام يعلم الله تبارك وتعالى ذلك وحده يدبر الله شؤون هذا الكون بمليارات الكواكب ومليارات المجرات والأجرام السماوية التي لم ولن يصل إليها البشر أبدا يدبر شؤونها ويدير أحوالها بدقة وإحكام ونظام مذهل يعجز البشر عن إدراكه وعن فهمه أفيعجز رب هذا الكون العظيم أن يدبر لك أمرا أو أن يكشف لك كربا أو أن يشفي لك مرضا أو أن يدبر لك رزقا أو أن يخضي لك دينا أو أن يعطيك حاجة كلا تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقول الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ثم قال يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أحبة في الله هل رأيتم الشمس يوما تأخرت عن وقت شروقها ولو لدقيقة واحدة؟ أو هل رأيتموها تأخرت عن وقت غروبها ولو للحظات واحدة؟ هل رأيتموها تحركت عن مكانها مبتعدة عن الكرة الأرضية؟ أو هل رأيتموها متحركة تبتعد تقترب من الكرة الأرضية عن مكانها وفلكها الذي حدده الله لها؟ يقول علماء الفلك لو اختربت الشمس من الأرض بمقدار خمسة بالمئة يعني الشمس لو اقتربت من كوكب الأرض خمسة بالمئة من هذه من مسافتها الحالية لتحولت الأرض إلى صحراء قاحرة ولتبخر الماء على وجه الأرض ولصعب العيش عليها ويقولون لو ابتعدت الشمس عن موقعها الحالي بمقدار عشرة بالمئة لتحولت الكرة الأرضية إلى كرة متجمدة ولا استحالت الحياة عليها من الذي يمسكها بهذا التدبير والدقة والإحكام والنظام؟ إنه الله قال الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يمسكها الله تبارك وتعالى بحلمه ومغفرته قال الله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم أي والشمس تجري في مدارها وفلكها الذي حدده الله لها بدقة وإحكام ونظام مذهل لا تتحرك لا تقترب ولا تبتعد ولا يتأخر شروقها ولا يغيب غروبها عن الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى لها إلى يوم مستقرها أي ستكون الشمس على هذا الحال تدور في فراكها كما أراد الله إلى يوم مستقرها أي إلى يوم سكونها بلا حركة أبدا وهو يوم القيامة والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا يمكن للشمس أن تدرك وقت خروج القمر أو أن تعتدي على وقت خروجه ولا الليل سابق النهار ولا يمكن للليل أن يسبق النهار لماذا كل في فلك يسبحون أي أن الليل والنهار والشمس والقمر يدورون في فلكهم الذي حدده الله تبارك وتعالى لهم بدقة وإحكام ونظام بلا تقديم ولا تأخير صعب على ربنا رب الكون العظيم دانا ويرزخك يصعب عليه أن يدبر لك رزقا أو أن يكشف عنك ذا ضرا أو أن يشفي لك مرضا أو أن يعطيك رزقا صعب على ربنا سبحان الله تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا انظر كيف يدبر أرزاق المخلوقين عدد الحشرات على الأرض مذهل كبير جدا بالنسبة إلى عدد البشر لدرجة أن علماء الأحياء يقولون مقابل كل إنسان يعيش على وجه الأرض مليار أو ألف مليار تريليون وربعمائة مليار حشرة يعني أصاد كل إنسان من الستة مليار تريليون وربعمائة مليار حشرة من الذي يدبر أرزاقها من الذي يدبر شؤونها وأحوالها إنه الله روى الطباري وغيره من أخبار بين إسرائيل أن موسى عليه السلام لما أوحى الله إليه قرق على حال أهلي يعني فكر يعني سأنشغل بإبلاغ الرسالة أهلي هيكلوا منين من الله يصرف عليهم من الله يشتغل ويجب لهم قوة اليوم ويوفر لهم للطعام والدواء والشراب والكساء فأوحى الله إليه أن يضرب صخرة بعصاك فضربها فانشقت فخرجت منها صخرة ثانية فضربها فانشقت فخرجت منها صخرة ثالثة فضربها فانشقت فخرجت منها دودة كالذر يعني صغيرة الحجم جدا متناهية الصغر وفي ثمها شيء يجري لها مجرى الغذاء وكشف الله الحجاب عن سمع موسى فسمعها تقول سبحان من يراني ويعرف مكاني ويسمع كلامي ويذكرني ولا ينساني سبحان الله لا ينسى الدودة في الحجرة كما تقول العم أينساك سبحانه وتعالى وأنت أكرم الخلق عليه قال الله وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمْ مِّنْ خَلَقَنَا تَفْضِيْلًا انظر إلى تدبير الله في رزق صنف آخر من المخلوقات الدببة البنية الدببة البنية عددها على وجه الأرض 200 ألف دب فقط الدب الواحد منها يأكل في فصل الشتاء ما يقرب من 40 كيلو جراما من سمك السلمون الدب الواحد بيأكل في اليوم فقط في فصل الشتاء 40 كيلو سمك سلمون سعر الكيلو متوسط سعر الكيلو 200 جنيه سبحان الله العظيم طيب إضرب 40 في 200 كده بـ 8000 8000 إيه؟ 8000 جنيه للدب الواحد في اليوم الواحد بالله عليك هل ورث دب من الدببة هذه الأسماك عن والده أو والدتي؟ من الذي ركب في أنفي حاسة الشم التي تهديه إلى فريسته أو إلى هذا النوع من الأسماك على بعد الكيلو مترات؟ من الذي دبر له رزقه بهذه الطريقة العجيبة؟ إنه الله يأكل الدب الواحد في اليوم بـ 8000 جنيه طيب في الشهر بـ 240 ألف جنيه طيب في السنة بـ 2.8.000 جنيه سبحان الله العظيم هذا حيوان يعجز عن تدبير أمر نفسه لا يملك وظيفة ولم يعمل بالخارج وليست عنده ثروة ورثها من أبيه أو أمه من الذي يدبر له رزقه بهذه الطريقة العجيبة؟ سبحان الله ما فيش حد من البشر بيأكل الأكل اللي بيأكل الدب في اليوم الواحد هذا مخلوق واحد انظر إلى الأسود كيف يوفر الله لها ويدبر لها رزقها الذي لا يقدر البشر أو الأثر يوم البشر على ثمنه وعلى أكله؟ الغزلان والحيوانات الوحشية الغالية الثمن من الذي يدبر لها رزقها؟ إنه الله تبارك وتعالى أفيعجزه تبارك وتعالى أن يدبر لك رزقا؟ أو أن يكشف لك كربا؟ أو أن يعطيك حاجة من حوائج الدنيا والآخرة؟ يقول الله وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُولَ أَفَلَا تَتَّقُونَ أحيانا كتيرا بتكون محتاج حاجة ونفسك فيها وهتموت عليها مش عارف تعملها إزاي مش عارف توصلها إزاي عندك حلم عندك هدف بتفكر توصله وما أنتش عارف لا تدبر لك أمرا فأقول التدبير هلك فوض الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك فوض الأمر إليه أدعو الله تبارك وتعالى ابكي بين يديه في ركوعك وسجودك وفي وقت السحر في هذه الأوقات الفاضلة وفي زمان الصيام ودعي التدبير عليه سبحانه وتعالى وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ في لقاء مع أحد رجال الأعمال المعروفين في بعض الدول العربية سألوه إيه أغرب موقف مريت به في حياتك إيه أغرب موقف كده حصل لك في حياتك ومريت بعلم فيك يعني قال في يومي الأيام حسيت بضيق شديد في الصدر أنظل إلى لطف التدبير وإلى خفائي أحسست بضيق شديد في الصدر فخرجت لي أتمشأ قلت بقى أطلع أتمشأ كده أشم الهوى يعني عسى الله تبارك وتعالى أن يذب هذا الضيق فظللت هائما على وجهي في الحي ماشي مش عارف لطريق من الضيق مش مركز حتى أوقفين الله تبارك وتعالى بجوار مسجد مفتوح سبحان الله انظر إلى هذا اللطف وإلى هذا التدبير الخفي فقلت والصحيح أن الله تبارك وتعالى هو الذي ألقى في قلبي هذا قلت لما لا أدخل هذا المسجد وأصلي لله تبارك وتعالى ركعتين عسى الله تبارك وتعالى أن يذب هذا الضيق يقوله بالفعل دخلت المسجد فوجدت رجلا يجلس في القبلة يرفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى ويبكي وتضرع فعلمت من صوتي أنه مهموم أو مكروب أو محزون قلت يكيد الرجل ده عنده مشكلة كبيرة جدا عنده بلاء شديد مش عارف يحله أو في مصيبة هو فيها عفنا الله وإياكم فاستنت لحد ما خلص الدعاء فانتظرت حتى انتهى من دعائه وقلت له يا فلان رأيتك تدعو وتبكي يعني فعلمت من صوتك أنك مهموم أو مكروب أو محزون أخبرني ما بك ما مشكلته فقال يا أخي علي يدين أقرقني وأقلقني أرقني وأقلقني قال كم؟ قال أربعة آلاف فأخرج أربعة آلاف من جيبه وأعطاه لهذا الرجل وقال له خذ سبحان الله انظر إلى خفاء التدبير ضاق صدره لا يعلم لماذا ضاق عليه صدره خرج هائم على وجهه في الحي فأوقفه الله تبارك وتعالى بجوار مسجد مفتوح لماذا؟ ليدخل إلى هذا المسجد يرى حالة هذا الرجل المكروب ليجعله الله تبارك وتعالى سببا في قضاء حاجاته هو فقط دع الله تبارك وتعالى لا يعرف ماذا يصنع إذا انقطعت الحيل بالإنسان ودع الله تبارك وتعالى أسرع الله تبارك وتعالى في إجابته اسمع والله ولو كان كافرا يجيب الله دعاء المضطر ولو كان كافرا قال تعالى فإذا ركبوا في الفرك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم طب لماذا نجهم الله تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين أي إنسان يقع في بلاء في مشكلة حتى ولو كان كافرا ويؤمن إيمانا جازما من داخله من أعمق قلبي أنه لا مخلص له إلا الله من هذا الكرب والله سيكون الله تبارك وتعالى عند ظنه وسيكشف الله تبارك وتعالى كربه أما يجيبه نعم سماح ألو سلام عليكم تفضلي يا أستاذ السماح معلصة أنا عندي اكتئاب حد بقريبة طويلة أه أخذت أدوية نفسية كثير وبأخذ وطعب ثاني عندك اكتئاب حد اكتئاب حد اكتئاب وقالق اكتئاب وقالق طب روحت الدكتور نفساني يا أستاذ سماح أه روحت كثير وبأخذ بقريبة كثير وبأخذ وطعب ثاني أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك يشفيك لا يغادر ثقم السؤال فين يا أستاذ سماح يعني حاسة أن العلاء لله الشيطان مؤثر علي مش عارفة صلبي مش عارفة القرآن مش عارفة صلبك مش عارفة مش عارفة عمدي بجي على نفسي بس أنا زي حظيك الشيطان لكيب وأستعيز بالدرجة الشيطان العظيم وبنده شعر طيب يا أستاذ سماح صلع النبي أي أستاذ سماح إن شاء الله تفرج تابعيني في إجابة هذا السؤال سبحانه الله أستاذ سماح تقول عندها اكتئاب حد وده نوعي من الأمراض النفسية الشديدة أو الصعبة يعني بص يا أستاذ سماح أنا هتكاول لمعاكي عن الأسباب الإيمانية والأسباب المادية في علاك حاجة زي كده أول شيء السبب المادي هنروح للدكتور النفساني هنتابع معاه نصبر لأن الدواء لازم ياخد وقته عشان يجيب نتيجة خلاص وناخد الدواء بانتظام في الموعيد اللي الدكتور حددها ده رقم واحد رقم اتنين ثلاثة أنت مشكلتك عمرها ما تكون أصعب من مشكلة يونس عليه السلام ولا مشكلتك هتكون أصعب من مشكلة يوسف عليه السلام حينما ألقي في بئر الجب في الظلمات البئر وهو غلام صغير ما فيش مشاكل مر بها الناس أصعب من مشاكل الأنبياء أنا هقولك على علاج يا أستاذ سماح لازم تؤمني به وتتيقني أنه علاج نافع وناجز بإذن الله تبارك وتعالى سيدفع الله به عنك هذا الضر وأبشري يقول الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام وَذْنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبا فَظَلْنَ أَلَّنَ نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّرُمَاتِ أَنْ لَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مُنَ الظَّارِمِينَ ماذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فماذا حدث فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك بنفس الطريقة عشان محدش يقول بي ربنا بيجيب دعاء الأنبياء أو المرسلين أو الأولياء أو الصالحين أو الصحابة فقط لا وكذلك بنفس الطريقة يعني إيه إلا هيقع في بلاء أو في كرب ويدعو بدعاء يونس سيفرج الله تبارك وتعالى كربه وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي راه الحاكم في مستدركه والترميذي والترميذي في الجامع الصحيح عن سعد بن أبي وقص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذنون يونس عليه السلام والنون والحوت دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنهم لم يدعوا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له فيا أستاذ سماح أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يكشف الضر عن كل صاحب ضر من المسلمين هذا ثانيا يا أستاذ سماح ما فيش بلاء بنزله ربنا بالإنسان إلا وبيدهي القدر على تحمله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ونزل الصبر على قدر المصيبة يعني قبل أن يبتليك الله تبارك وتعالى وتعالى بشيء ينزل عليك من الصبر والقوة ما تتحملين به هذا البلاء لا يكلف الله نفسه لنا وسعه آمني بهذا إيمانا يقيني تاني حاجة انتذ خير ربما أراد الله أن يسمع صوتك ما تفهميش أقدار ربنا غلط في ناس كتير للأسف الشديد بتفهم كلام ربنا غلط وبتفهم أقدار ربنا غلط قال الله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء وهو الفقر الشديد والضراء والمرض لماذا يا رب؟ لتهلكهم لتستأصلهم كلا لعلهم يتضرعون لعلهم يلجؤون إلى الله بذل ومسكنة أن يرفع الله تبارك وتعالى عنهم هذا البلاء فيا أستاذ سامح استعيني بالله تبارك وتعالى أخذ الأدوية يمشي مع الدكتور زي ما بيقول يمشي مرتاح مع الدكتور شوفي دكتور أمهر وأكبر وروحي له واصبري واتبعي التعليمات ومعاك الأسباب الإيمانية وهي الأعظم في تحقيق الشفاء لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغمية وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ما تخليش الشيطان يضحك عليك اوعي تتعاملي مع الأفكار اللي بيجيلك في أوقات الاكتهاب إنها أفكار حقيقية هي معظم الأزمات النفسية بتستمر عندك كتير من الناس ليه لأنه بيتعامل مع الأفكار الوسوسية أو الأفكار اللي بيجيله في حالة الاكتهاب على أنها أفكار حقيقية دي أوهام حلها إيه؟ طنشي زي ما بنقول كده بالبلد امشي في خط الحياة بتاعك زي ما أنت ماشي بتروحي شغلي روحي بتصلي في موعيدك صلي ما تلتفيتش لأي كلام أي نعم هتحس بصعوبة في الأول بس واحدة في واحدة حدة الأفكار ديت والاكتئاب الناتج عن الأفكار السلبية ديت هيبدأ يضعف شيئا وفي شيئا إلى أن ينتهي إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك شفاء ليغادر سخما وأن يكشف عنك الضر كما كشفاه عن نبيه وعبده أيوب كنا نتكلم عن تدبير الله تبارك وتعالى للأرزاق وكنا نتكلم عن قصة رجل الأعمال الذي ضيق الله عليه صدره يذهب به إلى مسجد ليرى فيه رجلا مبتلا مدينا ليقضي الله تبارك وتعالى دينه بسبب هذا الرجل يقول رجل الأعمال الأعجب من ذلك الحاجة العجيبة بعد الموقف إيه اللي حصلت إيه اللي حصل أخرجت بطاقة طلع له كرت فيها عنوان مكتبي ورقم هاتفي فيها عنوان المكتب ورقم الهاتف قلت له يا فلان خد الكرت ده في عنوان المكتب ورقم الهاتف لو احتكت أي حاجة في أي وقت أي مبلغ من المال اتصل به تقال له الرجل المؤمن المتوكل على الله جزاكم الله خيرا خلدك البطاقة تحتك أنا لا أريد أن أعرف عنوان مكتبك ولا رقم هاتفي وما لها تعمل إيه قال إذا أردت شيئا سأدعو الله وسألجأ إليه وسيسرها كما يسرها في هذه المرة سبحان الله انظر إلى هذا اليقين تعرف تكون باليقين ده تعرف تؤمن أن ربنا هو المدبر الأمر أنه يقدر الأمر ويصرفه ويقضي شؤون الخلق في السماوات والأرض تعرف يكون عندك اليقين اللي عند الرجل ده ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إن أعياك أمر أخذت فيه بالأسباب تريد شيئا أو حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وانقطعت أسبابك وأصبحت بلا حيلة كما قال تعالى أما يجيب المضطر قال السدي المضطر هو الذي لا حول له ولا قوة رجل عمل كل الأسباب اللي عليه وخذ بكل الأسباب وفي الآخر ما فيش نتيجة بعض الناس بيأس ما تيأس النافع والضر لا يتحقق بالأسباب المادية فيه مسبب فيه رب رب الأرباب ومسبب الأسباب فيه أسباب إيمانية ربما أراد الله تبارك وتعالى أن يدفعك على دفعك إلى الدعاء إلى التضرر إلى اللجوء إليه ليكشف الله تبارك وتعالى عنك هذة الضر فلماذا تيأس؟ ما الداعى لليأس؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون انظر كيف قاننا الله اليأس من روحه أي من فرجه ونصره وشفائه وتمكينه بالكفر لأنه لا يمكن لقلب تسرب الإيمان بالله أو دخل فيه الإيمان بالله إيمانا صحيحا لا يمكن له أن ييأس عند عجز الأسباب المادية عجزة الأسباب يلجأ إلى مسبب الأسباب تبارك وتعالى وانظر إلى هذا المشهد القرآني العظيم في سورة يونس انظر يصف الله تبارك وتعالى حال الإنسان وقت وقوع في الكرب وعند عجز الأسباب المادية وعند تيقنه وتحققه من الهلاك قال الله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها دخلوا في البحر ركبوا السفن البحر هادي ما فيش مشكلة ما فيش أمواج عاتية السفنة ماشية بمنتهى السلاسة والسهولة وفرحانين يعني بتفسحه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها استقرت الأحوال حدث أمر مفاجئ لم يكن في الحسبة أمر مرعب ما هو جاءتها ريح عاصف اشتدت الريح وعلت الأمواج وتغيرت الأوضاع ودب الهلع والرعب في قلوب ركاب السفينة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان أحاطت بهم الأمواج المرتفعة من كل مكان وأشرفوا على الهلاك ما العمل عند انقطاع الأسباب وعند التحقق من الهلاك اسمع ماذا قال الله دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله الحل دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق طيب الله تبارك وتعالى يعلم أنهم سيبغون في الأرض بغير الحق وأنهم يدعونه وقتا اشتداد الكرب وأنهم سيكفرون به بعد ذلك وسيعودون إلى الشرك وسيعودون إلى المعصية لكن لماذا أجبهم ما السر في استجابة الله لهم قال الله دعوا الله مخلصين له الدين وصلوا في اللحظة دية إلى درجة عالية جدا من اليقين مش هيخلصنا من المشكلة دية لربنا ليس هناك حل إلا عند الله تبارك وتعالى لن ننجو من هذا البلاء ومن هذا الموت المحقق إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى فكان الله عند ظنه يا أخي الواحد الجذع من أهل الدنيا الكريم الشاه ما بيخيبش ظن عدوه فيه يعني إيه؟ لو واحد كريم وشاه وفيه واحد لقيم وهو عارف أنه شخص لقيم بس لقاه بيبكي أو في مشكلة بيعطف عليه يرق قلبه لحاله أفلا يمن الله تبارك وتعالى على من لجأ إليه وقت الشدة والكرم وهذا والسر في استجابة الله تبارك وتعالى وهو الغني الكريم سبحانه وتعالى أعود فيقول ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ينجيك من الشر بأمر تحسبه شر ينجيك من البلاء بشيء تحسبه بلاء موسى عليه السلام فرعون قتله لعنه الله أخذ يقتل في أطفال بني إسرائيل لماذا؟ لألا يخرج منهم من يهدم ملكه خايف أن الفئة دية يطلع واحد منهم يخلص عليه وينهي الأسطورة بتاعته والحكمة بتاعه الملكة بتاعه والحضارة بتاعته فماذا فعل أخذ يقتل أطفال بني إسرائيل وخافت أم موسى ولما خافت ألهمها الله تبارك وتعالى طريقة النجال طب بالله عليك يسمع وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه تخيل بقى النباء الآية ده ما نزلش كل واحد فينا هيقول إيه انت هتفكر تقول إيه وانت هتقول إيه هنفكر طب خديه وهربي خبيه حطيه في شوال كده وحطي حوليه شوية حاجات عشان اللي يشوفك التوهم أنه هو شوال في أي حاجة ما فيه طفل رضيع ولا حاجة هكذا ستكون الأفكار ستكون المقترحات بهذه الصورة ولكن يقول الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمن والإلقاء بخلاف الوضع الوضع يكون برفق والإلقاء يكون بشدة وعنف يعني تخيف من إيه إذا كنت معه فمن علي إذا حمته عيني فمن يقدر على إيذائه إن كان إلى جواري من يستطيع أن يتعرض له فألقيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني لما إن أنظر إلى التأكيد إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لذا يقول الله تبارك وتعالى يذكر موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليمن لماذا يا رب أنظر إلى هذا التدبير العجيب يأخذه عدو لي وعدو له سبحان الله يعني يا رب أنا أهرب من بطش فرعون وأنت تأمرني أنا أقذفه في التابوت فأقذفه في اليمن ليقع في أيدي فرعون الذي أهرب به من يأخذه عدو لي وعدو له وألقى الله تبارك وتعالى المحبة لموسى في قلب زوج فرعون آسيا بنت مزاحي فالتقطه آل فرعون لماذا ليكون لهم عدو وحزن إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا لماذا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وانظر إلى التعقيب الإلهي وهم لا يشعرون شب المبد العرض للسكون يعني هم في سباة عميق من تدبير الله ومكره وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقول لفرعون لن تهرب من هلاكك من هلاكك لا راد لقضاء ولا معقب لحكم ستربي هلاكك بيديك في جوف بيتك خد انت بقى ربي عندك بقى ورنها تعملين كيف تتحرز من ذلك كيف ستمنع موسى هذا من أن يكون سببا في هلاكك وقد كان وكان موسى عليه السلام سببا في هلاك هذا الطغية المجرم كيف؟ بتدبير الله تبارك وتعالى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ينجيك بالشر ينجيك من الشر بأمر تحسبه شر أحد طلاب الجامعة أستاذة شيماء سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام أنتم بخير أنتم بخير يا عم الشيخ تفضلي يا أستاذة شيماء لو سمحتك تاجه سألك على فضال والله يبارك لك بس فضال بص أنا راحة في مشاكل خلافات جامدة بيني وبين جودي وأنا بجد مظلومة يعني أنا داخل معي بنتين أكبر بيت لها عندها مشاكل خمس سنة من ساعة ما دخلت في مشاكل جامدة وأنا والله العزيز حاولت ركيب كل الطرق بص ما عملت المستحيث وبص كل يوم ضربوا أهانة وزعيد بصراحة لدرجة أنا أقسم بالله حياتي بجي تجحين فأنا مش عارسة عملية يعني أنا حتى نفسي مظلومة بجد إيه طبيعة المشاكل يا أستاذة شيماء إيه المشاكل يعني 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 الخلافات عشان يعني يعني أنا البيت الكبيرة ما تبربش أختص مثلا نفسيت وحاجة ما عملتها شي يعني مفروض بيستفاهم نعم خلني أنا مثلا البيت الكبيرة أقول لها عيب ما تبربش أختص يقول لي إلا ما تكلميها مش ما تتكلمش آه البيت الكبيرة يعني لما أقول لها عيب ما تكلميش أختك يعني هو بيتخاني معاك عشان أنت بتقول الكبيرة ما تضربيش أختك يعني أو زعيج له مثلا لو عملت حاجة هو يعني بص على أي حاجة يتلكك لو جاء الجيني نايمة لو مخبط وأنا محستهوش رغم معا مفتاح يعني له مشكلة بص على أي حاجة حتى ناص مغلطون وقالت جامل والله العظيم ليه يعني أعلطون ما شغاتش يعني خليني محتاج الأم الحماكي فأنا بصراحة مظلومة معا يعني أنا غير كل شوية ضربه أنا بصراحة مش عارفة عمله إيه طيب يا سيد الشيماء ربنا يبارك فيك ويحفظك ويوصلح لك زوجك بص يا سيد الشيماء أنا شايف أن المشاكل بسيطة ما استهلش الفراق يعني أو لا تفضي إلى التلاق والعياذ بالله خلاص طيب أنا أعمل إيه لما يكون زوجي بالعقلية دية أعمل إيه يعني السورة في اللفظة زي ما بنقول كده خدية ستة على عد عقله شوفي إيه اللي بيزعله وبخليه تلكك وبعد عنه خلاص شوفي إيه اللي بيخليه من معاك مشاكل وبعد عنه وزبطي نفسك على كده ما تدلوش فرصة خلاص بنت كده عملت اللي عليك الحاجة الثانية والأهم وزي ما منتكلم أدعو الله تبارك وتعالى يدبر الله لك تبارك وتعالى أمرك بصلاح زوجك أدعو الله تبارك وتعالى واجتهد في الدعاء وسل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام التي يجاب فيها الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم وأولهم الصائم حتى يفطر وقال للصائم عند فطره دعوة لا ترد ادعي ربنا ربنا يا رب أصلح لزوجي يا رب بارك لي فيها ربنا هبلانا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما وسبحان الله يعني ربما يغير الله تبارك وتعالى حاله إلى أحسن حال فاجتهدي في إصلاح حالك مع الله يصلح الله تبارك وتعالى لك حالك مع زوجك أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحه لك وأن يصب عليكم الرزق والخير والسعادة في الدنيا والآخرة في عجالة يعني أجمل ما كنا نتكلم فيه أولا ومن يدبر الأمر يصرفه ويقضيه بأحسن الصورة وبصورة لا تقتل على قلب البشر الله تبارك وتعالى يدبر أمر السماوات والأرض أفيعيه أن يدبر رزقك أو أن يقضي يدينك أو أن يعطيك ما تريد أنت عسرت بك الأمور وانقطعت بك الحيلة والأسباب لا تيأس أو عتيأس خالص انسى اليأس ما تسمعش كلام الشطان أقول لك أنت بقى لك كتير بتدعي إيه اللي حصل ده أنت معالم من سنة كام وانت بتدعي ربنا يا سيد اجتهت في الدعاء كلما تأخر الفرج كان عظيما فالعطايا تأتي على قدر الصبر وعلى مشقة الصبر وعلى قدر المشقة يكون الأجل من الله تبارك وتعالى فحنا لا نيأس لا نسمع كلام الشيطان نجته في الدعاء في الاستغفار في التسبيح في ذكر الله تبارك وتعالى في الدعاء والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى الله هو المدبر الأرزاق فلا تيأس عند انقطاع رزق أو عند الطرد من عمل لأي سبب من الأسباب الله تبارك وتعالى يدبر قضاء الدين فلا تيأس إن وقعت في الدين إن أهمك أمر من الدين قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عن من سواك حصرت لك أي مشكلة تذكر اسم الله المدبر واعلم أن الله تبارك وتعالى والله يجيب دعاء من دعاه أول ما بتدعو كده وتقول يا رب ترفع ايدك الله يجيب دعاء ولكن يبقى وقت التنفيذ ربما تأخر الدعاء تأخرت إجابة الدعاء ليعظم لك في العطاء عازك تدعي أكتر وأكتر وأكتر عشان يديك أكتر وأكتر 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 ما كنت بتحلم كمان فلا تيأس ثق في تدبير الله تبارك وتعالى وعلمه وحكمته وإرادته في هذا الكون يكون الله تبارك وتعالى عند ظنك كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه في الحديث القدسي قال الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني إني داع فأمن اللهم صب الخير والرزق على المسلمين صبا صبا اللهم لا تجعل عيش المسلمين كدا كدا اللهم أنزل فرجا ورحمة ونورا ويوسرا على كل المسلمين المكروبين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أرفع الوباء والبلاء والغلاء عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أشفي كل مريض مسلم اللهم عافي كل مبترم مسلم اللهم اقض الدين عن كل مدين المسلمirtschaft رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وكل من كان له حق علينا رب العالمين اللهم اجعل مصر بلدنا أمنا أمانا صخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التماثم والحبال